اشتركوا في القناة وفيها تكتب طلب خطة المديرية العامة للأمن الوطني أو القوات المسلحة الملكية بشقيها العسكري والبحرية وكان طلب خطة القوات المساعدة رتوة المخزنة سوف نرجع للدروس للصحاب السيزيام بالضبط في الروايات الثلاثة اليوم سنتعرفوا على الشخصيات اليوم الأخير للمحكم عليه أو للأسير بسم الله نبدأ على بركة الله سنرى الشخصيات الواحد والآخر إذن شخصيات روايات نبدأ بأول شخصية هو بالضبط اللي كي تهدر علي هالريوايا لو كونداني هنا هدل ام مكة تقراش كنقراوها لو كونداني ماشي لو كوندامني كي ما كي نتوكا جوهدين لو كونداني هو المحكم عليه لكي نسيه لو كونداني هو المحكم عليه دعم يتجل ولكن شخصيات الواحد فيكتور هيغو الكاتب يريد أن يتركه الوصول على الوصول لأنه يمتلك كل المساعدة لأنه يكون قبلا أو لا يعني المعنى هذا الفقراء أو هذا التعريف المحكم عليه إنه الشخصية الرئيسية في الرواية لم تذكر هويته ولا سبب إدانته أراد فيكتور هوغو أو هيغو ترك شخصيته مجهولة بحيث يمثل جميع المحكم عليهم بالإعدام سواء كانوا مذنبين أم لا هذا بالنسبة للشخصية الأولى نشيو الشخصية الثانية مازال رحنا في الشخصية الأولى عفوا الأولى وقال سيكون الاجتماعي أعبت من المملكة وفرصة كم الموضوع من المملكة وكي أعبت وقال رسولة وفرصة وفرصة لم ينحن لا معرفة ينحن أيضا وفرصة وفرصة في ملحن من دائرة يعني الشرح ديل هذا الفقرة الثانية ديل الشخصية الأولى اللي هو المحكم عليها والأسير الشخصية الرئيسية في رواية اليوم الأخير اللي المحكم عليه هي شخص عادي ومؤمن ومثقف إلى حد ما لديه أم وزوجة وفتاة صغيرة اسمها ماري يحبها كثيرا وهي الشخص الوحيد الذي يزوره للأسف لم تتعرف عليه كما يستشهد بأول لقاء رومانسي له مع فتاة منذ طفولته في الرواية يأمل المحكم عليه دون أن يؤمن به عفوا ملكي و هو الذي لن يناله أبدا يعني يأمل في عفو ملكي يخرجه من السجن مشيو لشخصيات ثانية اللي هما اللي جوليه هما سجانون ستشهد ستشهد مع كونداني و يتعامل معه بلطف بخلاف من يعامله كالحيوان هناك بعض السجنون يعامل له كحيوان نتقل للشخصية الثالثة ابنة المحكم عليه اللي اسمتها ماري اللي تحدثنا لها دبعا من قبل لا فيديو كونداني سبعه لو ريسي للمان ماري يَا شُلّه مُلما لعنى وعنى وحده مور لإذنه يوضع سنبا سنبا لإذنه لم يراق يلا يؤمن يقدم وعن الأمه جمع وعنى ينالك سنبا يبدو موت وعنى سنبا أنبع آد هده سنبا أبو المعنى هو ابنة المحكم عليه اللي هي ماري وفقا لقصة الرواية كانت ماري تبلغ من العمر ثلاث سنوات فقط عندما تزور والدها والذي أي عندما زارت أو تزوره والذي لا تتعرف عليه لديها رغبة كبيرة في الحياة وتعتقد أن والدها قد مات بالفعل الأمر الذي يجعل الأب ييأس هذه المتصف هي خصية ثالثة نقلو خصية الرابعة سوجته ووالدته سن إبوث وزن مر سنسوا قد مات بالفعل سنسوا قد مات بالفعل سنسوا قد مات بالفعل برئيزة بمات بالفعل ما يدخل المحكمة لم يتم وصف هؤلاء النسوة يعني زوجته ووالدته ما تحدثش اليوم الرواية بتفصيل لكن تم اقتباسهن في الرواية اليوم الأخير اللي محكم عليه بإيجاز يعني تحدثت الرواية عنهم بإيجاز في إشارة إلى المعاناة التي يتعرضن لها من خلال عقوبة الإعدام يعني المعاقب عليها الأسير أو المحكم عليه نمشي والشخصية الأخرى الكاهن هو البرتر حسب المحكم عليه يعني حسب رواية المحكم عليه فإن هذا الرجل اللي هو الكاهن لا يتكلم من قلبه بل يقرأ آليا ما يقوله عادة للمدانين الآخرين يعني لا يتحدثوا من قلبه فقط يعيد جمل وعبارات آلية وفي الأخير عنا الحشد لفول هو ذك الحشد اللي كيتجمع فوس لندين فاش كيكونوا بغي نحكموا على شي واحد بالإعدام وكي حضروا المحاكمة لحاضرين هذا الحشد في رواية اليوم الأخير اللي المحكم عليه تدور أحداث الفيلم حول جميع سكان باريس الذين يريدون رؤية هذا الرجل يقتل فقط أتوا ليتفرجوا أو ليشاهدوا الرجل وهو تنفد عليه عقوبة الإعدام هذا الحشد كبير جدا ولا يريد العدالة هو لا يريد العدالة فقط بل مشهد أي مشهد تنفيذ الأمر بواسطة المقصلة أي إعدام الشرق إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة